أرحب ضيفنا من موسكو الكاتب الصحفي أندري أنتيكوف سيد أنتيكوف قد تكون الحملة من قبل عدد كبير من وزراء خارجية أوروبيين وأيضا من وزير الخارجية الأمريكي الأشد ربما نبرة كيف يمكن قراءة كل هذه المواقف التحذيرات أيضا من قرع طبول الحرب ومن المغامرات التي قد تتجه إليها موسكو وفق آخر تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية أولا نحن نسمع ليس فقط التصريحات بل نحن نشاهد الخطوات على الأرض وهي رسال أو تصليح الجانب الأوكراني رسال القوات خاصة إلى أوكرانيا من قبل بعض دول الناتو ولما هنالك حتى على الحديث المستمر عن إمكانية دام أوكرانية إلى الناتو ولما هنالك فهذا يقلق روسيا ومبنينا على ما يستمعنا إليه خلال الكلام لوزير اللاوروف على ما يبدو روسيا تشهر بأن هناك محاولات لمماطلة الأوضاع ولمماطلة الرد على الطلبات الروسية حول الأمن في أوروبا فلذلك روسيا ولاوروف كانوا واضحا تماما نحن يمكن أن نغاصل هذه النقاشات نحن يمكن أن نشتعمل نحن يمكن أن نتحاور ولكن في هذه اللحظة نحن بانتظار الرد المكتوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الطلبات الروسية اللافت بأن هذه التحذيرات مرتبطة أيضا بالحشود الروسية عند الحدود الاتفاقات الأمنية أيضا مع عدد من الدول الأوروبية وتحديدا دول ملطيق كيف يمكن أن تكون هذه المواجهة أو أن يكون الرد الروسي على الأرض مع كل هذه الحشود والحديث بأن ربما قد تكون المواجهة في الأسبوع الأولى للشهر المقبل هذا ما سربته بالأمس مواقع روسية نحن بصراحة نسمع الأحاديث عن إمكانية غزو الأوكراني من قبل روسيا منذ أجهر على ما يبدو منذ نهاية شهر أكتوبر ونسمع المواعد الجديدة والجديدة عن بدء هذا الهجوم ولكن نحن نرى بأن المناورات العسكرية الروسية مستمرة قرب الحدود الروسية ثم يتم سحب جزء كبير من الجنود الروس من المناطق الحدودية وثم تبدأ المناورات العسكرية الجديدة هذا شيء شيء ثاني يقال بأن هناك 100 ألف جندي الروسي موجودة على حدود مع أوكرانيا هل فعلا أحد يتصور بأن يمكن احتلال أو غزو الأوكرانيا بهذا العدد الصغير ونحن نتحدث عن أوكرانيا سكانه تقريبا أو أكثر من 40 مليون نسمة هذا شيء شيء ثاني أنا لا أعتقد بأن روسيا ستغزو الأوكرانيا لا توجد أي مصلحة أي معنى في ذلك بسبب أن روسيا يمكن أن تدخل إلى الأراضي الأوكرانية وستواجه ترحيب من مناطق الشرقية ولكن سيد أندري لابروب ينتظر اليوم الضمنات الأمنية أو المقترحات بشأن الضمنات الأمنية الكريم لنستبقى هذه القمة بالأمس وتحدث بأن حظوظ الحصول على هذه الضمنات الأمنية والمتصلة أيضا بحلب شمال الأطلسي قبول اليوم عضوية أوكرانيا ماذا يعني هذا الموقف من قبل الكريملين وهل هو انعكاس لما يمكن أن يحصل اليوم من عدم اتفاق بين الوزيرين في جناب يعني الأوراقة الروسية لا تزال موجودة على طاولة كما ذكرت في أسابق نحن نسمع الأحديث عن الإمكانية الدام أوكرانية لنا وهذا الأمر غير المقبول بنسبة لروسيا أكثر من ذلك نحن نتحدث عن ليس فقط أوكرانيا نحن نتحدث عن الأوضاع في أوروبا بشكل عام بما في ذلك صواريخ الأمريكية مضادة لباليستية موجودة في بعض دول الأوروبية المناورات العسكرية التي تقودها الولايات متاهلة الأمريكية قرب الحدود الروسية ولما هناك أي يعني هناك خلاف جزري لا يقتصر فقط بأوكرانيا ولكن يعني لي نعود إلى مسألة الأوكرانية إذا فعلا كانت بإمكان روسيا أن تقوم بشيء أو بآخر فروسيا يمكن أن تعترف بجمهورياتي دونيتسك واللوغانسك في شرق البلاد تعترف رسميا فهذا سيكون الرد قاسع على كل ما تقوم به الولايات متاهلة الأمريكية على كل حال من جيد نحن نعود إلى كلام لوفروف الذي قال بأننا نحن بانتظار الرد المكتوب من قبل الولايات متاهلة الأمريكية ماذا تقصد بالرد القاسي سيد أورتيكوب وأن تحدثنا بأن لا اتجاه ربما للمواجهة العسكرية نحن يجب أن نعلم ما هو الموقف الأمريكي الحقيقي من الطلبات الروسية ليس في التصريحات نحن بصراحة نسمع التصريحات متناقضة خلال هذه الأجهر اليوم أمريكا ترفض دام أوكرانية إلى ناتو يوم غد أمريكا تتحدث عن إمكانية دام أوكرانية إلى ناتو يوم أمريكا تتحدث عن إمكانية سحب أسلحة من الأوروبا ثم تتحدث العكس أي نحن بحاجة إلى حصول على الورقة مكتوبة حيث ستكون هناك بنود تشير إلى الخطوات الأمريكية التي تستعيد الولايات متاهلة الأمريكية أن تقوم كالرد على الطلبات الروسية ومبنيا على حصة الرد يمكن أن نناقش أو أن نقوم بالخطوات على الأرض إذا أمريكا مستعدة للحوار للنقاش مع روسيا لتهدئة فأهلا وسهلا في نفس الوقت إذا أمريكا تصع لمزيد من التصعيد فكما ذكرت في السابق لدى روسيا أوراق موجودة لترود على هذه التحديات أشكرك جزيلا شكر الكاتب الصحفي أندري أنتيكوف كنت معنا مباشرة من ستوديوهات سكاي نيوز عربية في العاصمة الروسية موسكو ترجمة نانسي قنقر